السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اليوم نعمل معكم واحد وصفة سهلة ديال الخضر مشوية في القلاية الهوائية اي خضرات عندكم توفرة تتعملوها في القلاية الهوائية سهلة التحضير وصحية هنا أنا عندي البطاطة العادية ديالنا البطاطة الحلوة البصلة الحمراء الفلفلة بالانواع ديالها القرعاء الخضراء الصغيرة والمتوسطة كل شي قطعتو الصغير هاكدا تقطعوه كيف ما بحبيتو وده بادا نديلو التوابل بالنسبة للتتبيلة تعملو التتبيلة اللي تتضلنتم أنا عندي هنا شوية ديال الملحة على حسب المقدار اللي عندكم شوية ديال البزاج والفلفل الأسود والتوم غبرة شوية ديال التوم تتنسمو به وكل واحد اللي تتبيلة اللي تيفضل المهم هي درجة الحرارة والوقت ديال الطياب نضيف هنا شوية ديال البابريكا سموكت بابريكا أولا الفلفل الأحمر مدخن اللي ما عندوش يستعملنها الفلفل الأحمر العادي كيف لها الحلوة ديال اللي تنسى عملو وذن ندير شوية ديال الحر اللي بغايدش شوية ديال الحر يساوره في الحر هاكده بالنسبة للتي تعجبو الحر يعني خلطة سهلة وهنا عندي شوية ديال الزعتر أنا هدي هي تتبيلة لذات اليوم يعني كل مرة وش نتنذير فتنجي المذاق ديالها زمين هات التتبيلة وتندير شوية ديال زيت الزيتون مش هديك الخضرات تتحمل ومتلسق لياش مع بعض ديالها تتخلط هاد الخالط مزيان هكده يعني ثم اي خضراء عندكم بقت هادف آخر أسبوع مثلا ممكن عندكم شوية ديال الدنجال بقا هنا عنديش شوية ديال الجزاء لكان الجزاء بالنسبة للجزاء تقطع شوية أرقاق اللي متوفر عندكم تلجا بقا تقاركم بحيحدة وحيحدة ديروهم هنا ناخد الورق ديال الطهي ممكن تاخد الورق الزبدة وممكن ما تعملوش نهائيا تحطو ديالخضراء مباشرة فوق السلة وممكن تعملو هيد الورق ديال الزبدة ما تطلعوش بززاف اللي دا عملت ورق الزبدة ديروه الحد في القد باش ما نمشي شي تتحرق لكم مع القلية الهوائية يعني يكون ما طالعش للفوق يكون هكذا المستوى دياله هابط صافي تنحط طريقة الكيمية اللي عندي ستتحرق هكذا فممكن ما تعملوش ديالورق ديالزبدة نحن أكثر يد الوقت هنيتنا عملها بدون ورق زبدة مباشرة في الشبكة ديال القلية الهوائية ادن ندير نبرك على القلية الهوائية على الارفراير ادن ندير 400 درجة هي 200 درجة سلسس انا نعمل 1 15 دقيقة فبالنسبة للنوع ديال الخضار اللي عندكم ممكن تمشي من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة انا بالنسبة لي 15 دقيقة في هاد الخضار ديال كانت واجدة فممكن بعد 15 دقيقة الواحد تحل وتيشوف فالبنت الخضار مازال ما واجدش ممكن تيدف لها بعد الدقائق انا 15 دقيقة كانت اكتر من كافية يعني الخضار محمرة ماشي محرقة وطيبة وقرط الشكل ديالها يعني بوحد الصورة يعني خمس دقيقة هانتي عندك الخضار واجدة ترافقها مع كفتا او لجاج او لسمك يعني سريعة تحضير وما فيها شوحد تمار هننا نعملها في إناء تقديم هنا فهكا بحلبة في آخر الأسبوع يبقى عندكم شوية شفية الخضار ممكن تديروها بهذا الطريقة فتجيل بزاف أو لهذا الخضار تديرو بها طورتية تضيف لها البيض وبعد تضيبوها بحل طورتية تهي طريقة طريقة زوينة بزاف وتتشبع تجيل أكل صيفية فهذه الخضار ديالي طيبة وقبط الشكل ديالها ممكن تقدموها شوية ديرو البد تخلطوه مع شوية الحليب ولكريمة السائلة وكل ملحاولي بزار وتخلطوه وضيف لهذا الخضار وديرو في المقرى تديرو على شكل طورتية تجيك و أكل صيفية بمتياز لديدة بزاف وصحية وسريعة التحضير هذي كانت الوصفة دياليوم طريقة ديال الشوي ديال الخضار لليل الهوائية نتمنى الوصفة تنل إعجاب ديالكم شكرا على المشاهدة والتقي بكم فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته